ونبقى في محافظة الجيزة على عبود أمطار من حديقة الحيوان حيث شهدت حديقة الأرمان بالجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بأجواء العيد كما استعدت الحدائق والمتنزهات لإستقبال المواطنين خلال أيام العيد في مختلف محافظات الجمهورية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك أقبل الكثير من الأسر والشباب والأطفال على حديقة الأرمان بالجيزة للاستمتاع بالطقس والألعاب الترفيهية إلى جانب ممارسة بعض الألعاب المختلفة والاستجمام بمناظرها الخلابة وخضرتها الرائعة حيث تحوي العديد من النباتات والأشجار النادرة يجزب الجمهور للحديقة المساحات الوسعة المساحات الخضرة الأشجار النادرة لأننا عندنا أشجار هنا يعني مساء عمرها 140 سنة من قائم الخدوة إسماعيل بعض الأسر والمواطنين افترشوا أرض الحديقة فيما فضل الأطفال اللاعب واللهو والاستمتاع بالطقس الجيد واعبر الكثير من المواطنين عن سعادتهم بالتواجد في حديقة الأرمان أحب أوجه تهنيئة لكل شعب المصري وأقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد بتاعنا عيد الفطر وبشكر طبعا السادة القائمين على حديقة الأرمان على مجهوداتهم لأننا شوفنا في الحديقة حاجات كتير جدا حلوة كل سلامنا طائبين كلكم وعيد سعيدة على الأمة الإسلامية كلها وإحنا جاينا وللا عشان خطر الأولاد وكده جنيننا جميلة وكل حاجة تمام حديقة الأرمان أنشئت في عهد الخديو إسماعيل عام 1875 وهي من الحضائق النباتية النادرة في مصر حيث أنها تضم أكبر مجموعة نباتية تضم مئات الأنواع المختلفة واليوم باتت متنفسا ومقصدا طرفهية للمواطنين في جميع المناسبات والاحتفالات أحمد الحسيني التلفزيون المصري